خطة مشاريع المحافظة ضمن قانون الأمن الغذائي والطارئ اللي عام 2022 اكتملت تقريبا والآن في طور رفعها إلى وزارة التخطيط الخطة أكثر من 350 مليار دينار تقسمت على الوحدات الإدارية بحسب النسبة السكانية وضمنت مشاريع لقطاعات البلديات والماء والمجاري والتربية وأيضا لقطاعات مختلفة كالأمن وغيرها الخطة تضمنت 153 مشروع بكلفة حوالي 345 مليار دينار توزعت على الوحدات الإدارية بحسب النسبة السكانية لكل وحدة إدارية وعلى القطاعات والدوائر الخدمية أغلب ما تضمنته الخطة هي مشاريع خدمية يعني تتمثل باحتياج الناس للماء والخدمات الطرق والخدمات البلدية والاحتياجات الأساسية للسكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر